عشر حاجات مهمة جدا استفدتها من كتاب نادي الخميسة صباحا بعد الانتهاء من قرائته الحاجة الاولى ان الساعة اللي قبل النوم هي اللي بتحدد يومك بكرة هيكون عامل ازاي عشان كده اقفل تليفونك قبل النوم بساعة على الاقل اعتني بنفسك اكتب يومياتك اهتم جدا بالحاجات اللي بتعملها في الساعة اللي قبل النوم لانها غالبا هتحدد يومك بكرة هيكون عامل ازاي تاني حاجة إن أول ساعة لما بنصحى من النوم بيكون مستوى الكورتيزول اللي بيسبب الخوف عالي جداً وبتحس إنك مش طايق تبدأ اليوم الحل الأكيد اللي هيغير الإحساس ده كلياً هو ممارسة الرياضة لو مارست الرياضة لمدة 20 دقيقة فقط في أول ساعة من يومك تأكد إن اليوم ده هيكون يوم ناجح بامتياز أهم الشرط في الرياضة إن أنت تتمرم بقصوة لحد ما جسمك يعرأ تالت حاجة لو مطلوب منك إنك تاكل ضفضع ضفضع هنا نسبة إلى مهمة رخمة كلها الصبح أول ما تصحى من النوم وريح نفسك باقي اليوم بعد ما تصلي وتتمرن وتفتر اعمل مشروبك المفضل وابدأ في أصعب مهمة في يومك وركز فيها لغاية الساعة 8 الحاجة الرابعة لو فتحت السوشيال ميديا الصبح اعرف إنك مش هتحقق أي حاجة مفيدة في يومك وأفضل حل لو أنت شغلك ما بيعتمدش على النت تتفصل النت تماماً في فترة الإنجاز اللي هي فترة الصباح خامس حاجة مهمة جداً إن زي ما الشغل مهم راحتك كمان مهمة لأن راحتك هي اللي أصلاً هتدي لك الطاقة لإنك تشتغل بس المهم هنا إن احنا نتعلم إزاي ناخد راحة بشكل صحيح مش معنى إن انت سبت الشغل لمدة تلت ساعة مساكت فيه من تليفون ودخلت تتصفح السوشيال ميديا إن انت كده خدت راحة بالعكس تماماً الراحة الحقيقية اللي هتكون بعيدة تماماً عن أي جهاز إلكتروني الراحة الحقيقية هتكون في التأمل في اليوجا في المشي مثلاً وسط الطبيعة أي نشاط من الأنشطة اللي هيسمح لجسمك إن هو يرتاح وحيسمح لزهنك إن هو يصفى سادس حاجة فرق كبير جداً إنك تكون مجغول أو إنك تكون بتنتج إنجازات حقيقية مش معنى إن انت مجغول طول الوقت إن انت كده طول الوقت بتنجز ممكن تكون فعلياً مجغول طول الوقت ولكن إنتاجك إما إنه رضيء جداً أو إنه ما فيش إنتاج أصلاً سابح حاجة مهمة جداً إن كل تغيير صعب في بدايته فوضوي في المنتصف ولكنه رائع في النهاية إنك تصحى كل يوم الفجر مثلاً هيكون صعب جداً في أول عشرين يوم وحيكون فوضوي تاني عشرين يوم ولكن هيكون رائع في آخر عشرين يوم وفي بقية حياتك كلها لو استمرت عليه وبعد ستين يوم هتصحى بدري من غير أي منبه تامن حاجة لو ما عندكش ثقة بنفسك وإيمان بقدراتك على تحقيق أعظم الأمور والالتزام بأهدافك يبقى مش هتحققها غالباً مش هتقدر تحقق شيء إنت ما عندكش ثقة إنك تقدر تعمله لكن الحقيقة يا صديقي إن ما فيش أي حاجة في الكون حد عملها قبلك إنت ما تقدرش تعملها تاسع حاجة لما تحس إنك ملكش نفس تشتغل يبقى ده أفضل وقت ترمي نفسك في الشغل واتحقق نتائج مبهرة ملكش نفس تزاكر يبقى هو ده أفضل وقت ترمي نفسك في المذاكرة امشي عكس رغبتك وانضباطك حيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله الانضباط وقوة الإرادة زي بالزبط عضلاتك اللي كل ما مرنتها أكتر كل ما ازدادت قوة وكل ما ساعدتك في الأوقات الصعبة عاشر حاجة مهمة جداً لو عايز تكون منضبط ومركز على الأولويات فقط اتدرب على حاجة اسمها الإنزعاج الطوعي صوم كل اتنين وخميس نم على الأرض مرة كل أسبوع استحمب موية سقعة جداً في الشيطة مرة في الشهر انعزل عن السوشيال ميديا يوم كامل في الشهر امنع السكر تماماً مرة في الأسبوع كل ده بيقوي إرادتك جداً على فعل الأمور المهمة وفي الختام خلينا أقولك ان كتاب نادي الخميسة صباحاً هو من أروع الكتب اللي أنا قريتها بغض نظر عن اسلوب الكاتب اللي ممل جداً في أحيان وسخيف جداً في أحيان أخرى وخصوصاً ان محتوى الكتاب بيتم سرده في شكل قصة غير منطقية وغير وقاعية لكن قرأتك لكتاب نادي الخميسة صباحاً ممكن يكون نقطة تحول في حياتك زي بالضبط ما كان نقطة تحول في حياتي